خلية حوثية أخرى إلى حيث ألقت رحلها عشرة شبكات الإرهابية في قبضة رجال الأمن بمأرب تعددت الأقنعة والشراشف والمصير واحد وقال الإعلام الأمني بشرطة محافظة مأرب أن زعيم الخلية الإرهابية المدعو زايد عبدالرب حسين خيران كان يعمل لدى ما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع للحوثيين وأقر زعيم الخلية بتجنيده وعضاء خليته منذ الوهلة الأولى لانقلاب الماليشيا للقيام بعمليات إرهابية ضد المواطنين في سرواح وغيرها من مديرية مأرب ومن المتوقع أن يبث لإعلام الأمني قريبا معلومات واعترافات الخلية ضمن المتسلسلة الوثائقية مأرب النوم بعين واحدة ويأتي هذا الإنجاز ليضيف رقما نوعيا إلى السجل للضربات الاستباقية والدقيقة لأمن مأرب في معركة مكافحة الإرهاب والإيقاع بالخلايا الحوثية في قبضته الحديدية الظافرة وفشلت عشرات المحاولات الحوثية لاختراق مأرب من داخل سياجها الأمني المنيعة بذات القدر من انكسار الماليشيات في محاولات اقتحام المدينة المستحيلة عسكريا ورغم اعترافات الخلايا بالتلقيهم تدريبات مكثفة لأشهر على يد خبراء أجانب وإيرانيين وكذلك حوثيين تظل مأرب المكان الذي يحيل محترفي الإرهاب القادمين من صنعاء إلى اعترافات بائسة وهكذا دواليك كل خلية حوثية تقود إلى شبكة وكل شبكة تكشف عن بيت العنكبوت وتدل سقور الأمن على عش الدبابير بينما لا جديد في نهاية المطاف سوى المآلات المكرورة على نمط تراجيدي واحد ورتيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر